الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من صار على ضربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله تعرفنا في الحلقة الماضية على الإيمان لغةً واصطلاحًا فما هي أركان الإيمان؟ وما هي حلاوة الإيمان؟ وما هو طعم الإيمان؟ وما هو نور الإيمان؟ أركان الإيمان ذكرها سيد المؤمنين وإمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الجميل الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر عبد الخطاب رضي الله عنه وفي مقدمة الإمام مسلم الرائعة بين يدي الحديث وأذكرها لجلالها وجمالها وأهميتها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحبيد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أن يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم مفخما معظما لهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الحق تبارك وتعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن الأحدين مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه هي أركان الإيمان سأتعرض للحديث عنها إن شاء الله تعالى في شرح شرح بقية أصول البر في آية البر الجامعة ولا يتسع الوقت أبدا للوقوف مع كل ركن من هذه الأركان فبدون مبالغة كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى لقاءات وحلقات أو وحلقات وكلاهما صحيح لغة إن شاء الله تعالى هذه أركان الإيمان فما هي حلاوة الإيمان وهل للإيمان حلاوة؟ نعم للإيمان حلاوة لا يمكن أبدا أن تتذوق هذه الحلاوة إلا إن حققت هذه الأصول والشروط ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار اسمحوا لي أن أواصل السير مع حضراتكم في هذا المستاني أليان علماتع في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا